وزع مركز الملك سلمان لغثب العمال الإنسانية 850 كرتون من التمور للنازحين من صنعاء إلى محافظة مأرب كما وزع المركز الملك سلمان لغثب العمال الإنسانية 1700 كرتون من التمور في محافظة الضالع يستفيد منها عشرة ألف ومائتي فرد وأشار المركز إلى أن هذه المساعدات تأتي في طر المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن مائتي واسة وثمانين مشروعا